مين فينا مش معاه موبايل او تابلت وما حصلت لهش قبل كده مشكلة يعني ايه كلمة مشكلة؟ مشكلة يعني ممكن تكلم حد وتلاقي الصوت اللي انت بتكلمه واطي ضعيف وتقوله ايه بتقول ايه عل صوتك يا اما انت كمان تجي تكلمه نفس القصة لكن لما تروح تصلح التليفون ما يبقاش سماعة ولا يبقى المايكروفون الموضوع اكبر من كده تركزوا معايا يعني العيب معروف انت مش سامع صوت ضعيف او قطع خالص مش سامع حاجة خالص فالتشخيص مهم رقم واحد رقم اتنين تروح عند حد موثوق فيه ان انت تسيب له تليفونك لان عليه بيانات طب قطعة الغيار اللي تتغير ايه حكايتها؟ اصلي ولا تأليد؟ طب لما تروح الموضوع ده يخلص في يوم ولا في يومين ولا في اسبوع طب لما تروح عند حد مين هم دول؟ سمعت عنهم قبل كده؟ هل ليهم سمعة في مجال صيانة الموبايل؟ في مصر كلها فيه شارع مشهور جدا الشارع ده مش مشحتاج ان انا نعمل له دعاية اسمه شارع عبدالعزيز الفقر دي احنا سمناها شارع عبدالعزيز عشان سيط المكان لك لما تروح انت ممكن برضو تتوه تتوه ليه؟ ناس كتير ولي يقول لك يمين ولي يقول لك شمال ولي يصف لك حد لكن النهاردة لما اخترنا اخترنا من الناس المشهورة والمعروفة عنها بقالها سنين شغالة في مجال الموبايل الموبايل حاجتين يا اما سيانة يا اما صوفت وير يعني حد يفك التليفون يا اما شخص تاني يوصل الموبايل عن طريق كابل ويبرمجولك من اول وجديد خلوني ارحب للنهاردة ب الوسياني حسن ازايك اخبرك ايه؟ طارق كلاوي طارق اخبرك منورنا الفقر دي خلينا نفسي يعني متفقين ان المشاهدين طلبينها وحبين يعرفوا يعني الموبايل وتابلة كسيانة لكن انا عايز اقول ان احنا في مرحلة الاحتراف يعني مش نتكلم في ألف بي بقى وتغيير وحاجة زي كده لا احنا نتكلم في اول حاجة يعني كلمة مرفوض من التوكيل ابدأ بمين؟ مرفوض من التوكيل يعني الجهاز وصل للتوكيل التوكيل شخص ان الجهاز ده لا يصلح او معندهوبش حاجة ليه غير يتغير او يتغير مذهب بورد او يتغير نصف الجهاز احنا هنبدأ نقول الجهاز اترفض جمع هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نشوف ايه اللي رفض عشانه؟ هل مذهب بورد؟ طب ايه العيوب اللي في المذهب بورد؟ خلى التوكيل رفضه وقال مذهب بورد؟ هل زي ما انت حضرتك قلت ممكن يكون مائك؟ بس مش مائك ممكن يكون اي سي او مقاومة اه هنقدر نحل المشكلة دي؟ اه نقدر نحلها ونحلها بتكلفة اقل من التوكيل مثلا نقول 20% عن التوكيل طب اصدار اخبار مرفوض من التوكيل من وجهة نظري من وجهة نظري ان دايما التوكيل بيدور على الحاجة السهلة وبيشتغل فيها تمام؟ ايوه مش يعني معلش مع احترامي روتين هو موظف بياخد مرتب اخر الشهر اشتغل ما اشتغلش بياخد مرتب اخر الشهر بالنسبة للبتخصص في صيامة المحمول بيكتهد في التليفون عشان من غير ما يتعمل تمام؟ مش هياخد فلوس شارف يشتغل تمام؟ غير ان هو بيبني لنفسه اسم او بيبني لنفسه مكانة في المجال بتاعه فبيكتهد اكتر فبيكتهد اكتر يعني بنسبة 90% عن التوكيل اه يعني اه بنسبة 90% ده بقى بيبني ان هو الفرق ما بينه وما بين التوكيل الدعم بتاعه الدعم بتاعه ممكن المتخصص في صيامة المحمول تمام؟ برا بيبقى شغال مثلا على 10 بوكس 12 بوكس مزبوط للجهاز التوكيل هو عنده دعم بوكس واحد بتاع الشركة نفسها تمام كده نقاط مثلا زي ما تكلمنا فيها في 2011 مع حضرتك لو فاكر مزبوطا نقاط في 2011 البوكس اللي هو الجهاز اللي بتبرمج بيه الموبايل اللي بتبرمج بيه سوفتوير بتاع الموبايل مزبوط تمام؟ طيب معلش ان الجزئية بس مهمة عشان احنا لبنا صادفكم في اللقاء ده التليفون بيروح لمركز اثنين وثلاثة وفي الاخر يترفض برضو بعد التوكيل فيروح عندكم ناس عندها امكانيات قليلة عندها معرفة قليلة ما عندهش اجتهاد اللي هي تشتغل وتنتج وتشتغل وتتزاكر وتتعلم لأ هي عندها السعداد اللي هو اتعود اللي الجهاز هيجيله هيشتغل فيه مايك غير مايك واثنين وثلاثة لغاية ما يخلي البوردة ما تصلحش للحد يشتغل فيها تاني وممكن واحد يشتغل مرة واثنين وثلاثة وما يدرش يبقى فيه مجال ليه نحنا لحنا نشتغل لحنا نزرع رجول نغير ايسهات نغير حاجات ممكن مراكز كتير اوه متعرفش عنها حاجة بتدو ضمان؟ بديدو ضمان وممكن احنا اكتر ناس بنيدو ضمان يعني فيه ناس كتير ما تشتغلش في حاجة ضمان دي او كس الضمان احنا لوحيدي المركز بتاعنا بيطلع ضمان وضمان فعلي طب نشوف عملي كده فيديو معنا في فيديو البغات معنا نشوف كده مع بعض ده ممكن نعلق نقول ايه بقى على الفيديو هو بالنسبة للشاشات او البغات بتتعمل يعني مثلا فيه توكيل بيقبل جهاز الشاشة شغالة بس فيها خربوش فيها خربوش خربوش بسيط في البغة فالشاشة عند التوكيل لازم ان يغير نص او يغير بمبلغ يعني مثلا 80% من حقيق الجهاز ده هو دي سياسة عندهم احنا عندنا امكانيات اللي احنا نشيل البغة المكسورة ونحط بغة مكانها على طريق اجهزة لرفع البغات وتنظفها الشغالة او بس فيه ناس كتير جدا تقولك لا ده مش بغة او تاتش اقولك اغير لك شاشة كاملة وبرقمت كمير جدا ده غلط بيحصل في مراكز ليه بقى ليه الناس بتقول كده يعني فيه بعض الناس مش عاوز اقول اسمعهم التولز او المكن اللي احنا شغالين به في مراكز الصيانة تمام التوكيل هو كل اعتماده على المبيعات فقط لغير انما ما يهموش وبسبب كده فيه مشاكل مؤخرة تدولها الاعلام والقنوات في شركات من غير ما مش عاوز اذكر اسامي الشركات مشاكل جديدة لدرجة توكيلات اتكسرت والاجهزة دي بفضل ربنا بيجينا المركز بفضل ربنا بتبقى حاجات بسيطة جدا تقصل ليه خدمة ما بعد البيع الله ينور عليك يعني الناس دي التوكيلة او البرند ده باع هو باع خلاص بعد ما باع الناس بتشتاكي خلاص هو رايح لموظف رايح لروتين طب اديني سعر فلاش تقولي كده يعني شاشة اللي هي الكسرت دي يعني في الفترة الاخيرة في الفترة الاخيرة مثلا من حوالي سنتين ارتفع اسعار الشاشات لدرجة ان الشاشة كان بتوصل الفين وثمنمية وثلاث تلاف جنيه و الف وثمنمية و الف و خمسمية تمام الربع بتاع الشاشة اللي من فوق مقصور او مشروخ انما الشاشة نفسها من جوه سليمة الازازة سليمة انتو بقى عندوك الالف ونص والفين بتحلوها بقديية ممكن نحلها بستمائة جنيه وخمسمائة جنيه وعلى الشاشة الاصلية بتاعتم ممكن مية وخمسين يعني انت ممكن ربع ثمن المتدول في السوق طب وفي اقل من كده طب ايه اللي معنا ده جهاز او عايز باغة اه بدون ذكر اسم احنا بس عايزين نفهم بس الموضوع دي الباغة المكسورة اللي هنا بنتكلم عليها ده نتيجة ايه حاجة اتخبطت اتخبط فالشاشة شغالة بس فيها بقعة صغيرة في الكسر اللي انت شايف حضرتك بس هي شغالة كططش وشغالة كضاء وبيانات وكل حاجة وده اتعليها زي ما هي يعني كلها تسخين عشان نقدر نفك الباغة لان الباغة دي بتتركب بمادة مادة لسقة ما تتشالش غير بسخونة تمام فزي ما انت شايف كده بتتشال بالراحة جدا وبتترفع عن طريق السخونة وبطريق يعني حاجات بسيطة جدا بنشيل بها الباغة مع العلم ان من حوالي سنة ونص فيه بقى الكلام ده احنا كنا بشتغل بيه قديم من سنة ونص النهاردة نزل مكان الهوت اير اللي هو بيطلع هوا سخني ده نزل مكان بشفط ده متوفر وموجود عندنا ونزل تلاجة بعد كده الطريقة البداية دي البداية اللي احنا آه وبعد كده المكان نزل آه مكان بيطلع نسبة سخونة معينة درجة حرارة معينة وفيه خروم بتشفط الباغة نفسها من الجهاز وبنبتدي نتحرك بسلك تمام انا عايز على الجزئية دي انت بتسلط الحرارة دي على الفريم نفسه على الشاشة ما بتبصي منه لا درجة حرارة معينة درجة حرارة معينة وممكن بقى عكسها بالتبريد بس ده بيبقى سعر المكانة بتاعته اعلى مينس عشرين ومينس ثلاثين يعني اما بالتسخين اما بالتبريد بالتبريد طيب هنا يا سيداني ايه؟ ده كده هو بيرفع بترفع الشاشة وبيطرع الشاشة بره عشان يعمل لها الباغة دي شاشة بنجهاز نتشالها بتتشال كده الشاشة وبتتشال الحاجة اللي في الشاشة اللي هي المكان السماع كلكم مسامة كده في المجال هو نص هو ده نص النص ده عبارة عن ايه بقى؟ عن الشاشة اللي هو باغة وشاشة باغة وشاشة وفيها تاتش داخلي فالشاشات دي او النص ده بيبقى الشاشة والتاتش حاجة واحدة تمام فيها جهزة تانية بيبقى التاتش الواحدة والشاشة الواحدة بعيدا عن البوردة بيدا عن الضرر صح؟ بلاش رقع ولا الداتا عشان لو حد جاء لك انت هتلعبلي في البوردة الكلام ده مش حايني نص تغير كله كامل الشاشات عندك كوبة هنا اصلية؟ احنا بنشتغل على الشاشة الاصلية كده احنا تغيير الباغة دي بنشتغل على الشاشة الاصلية لكن احنا بنغير ربع النص مزبوط مش بنغير نص كامل زيك اوكي لو الشاشة بايزة الشاشة فيه منها تلات انواع نوع اصلي تمام نوع هايكوبي نحسين رديق بقى اللي هو ضعيفة الوانه ضعيفة كل حاجة لها تمن يعني الوقت بقى فيه كذا مرحلة اللي اجهزة كان شاشاتها غالية بدأت ينزل لها شاشات رخيصة فخليت الناس بدل ما كانت بترمج جهاز عشان خاطر شاشته غالية جدا لا اجيب جهاز جديد لو رحت وكيلي اقول لي اللي رقم لا انتو النهاردة بتقول للمشاهدين ان انتو بتحفزوا على الشاشة الاصلية تمام هو ده بقى ده الفايدة للعميل يعني ده اللي هو بيستفادوا العميل لان الشاشة مع احترام الحضرتك اه الشاشة مثلا لو فيها متين لو فيها مئة الف لون الشاشة اللي مش اصلية خمسين الف لون فبتفرق معاه في الزليوشة نفسه ايوا بالزبط مع العلم ان الشاشة الصيني اللي هي درجة التالتة دي ما بتعليش وتوطي اضاءة اه بتاكل بطارية فبتأزي اللي هي بتاع الشحن بتاع الجهاز اه يعني حد مع جهاز ما بيعليش اضاءة ولا بيوطيها يعني يعليها زي ما يوطيها هي عالية يبقى معناها اللي الجهاز الشكل الصيني مهمة جدا ان حد يروح يعمل سيانة يلاقي فيه مشاكل تانية ظهرت غير اللعيب الاصلي اللي كان رايح عليه طيب طيب انتو مشاهير بقى السوفتوير بقى في المجال ما شاء الله عليكم ربنا يا كرامة هل انتو عشان ناس قديمة قوي في المجال ولا عشان موضوع البوكسات اللي انت تقول عليها متوفرة ايه الموضوع يعني هو 17 سنة أو 16 سنة مش قليلين في المجال ايوا اه الدعم ان الواحد يعني بيحاول ان هو يطور نفسه وفضل ربنا يعني اللي حقنا البوكس اللي احنا بنتكلم عليه الادوات اللي بمشتغل بيها لحقناها وهي الخيصة يعني لو حضرتك فاكر من 2011 وكنا بنجيب البوكس ب600 جنيه و700 جنيه مزبوط النهاردة البوكس وصل 3000 جنيه و2000 جنيه و2005 تمام وبتيجي بقى لي حاجة طلعه حاجة جديدة بقى لها سنة ونص تجديد سنوي فبتدفع عليه تجديد سنوي عشان البوكس يشتغل قبضت للبرنامج الجديد اللي هي الأجهزة الجديدة الفرجانات الجديدة مزبوط ففضل ربنا هو ده اللي خلنا نتميز بالحتة دي في المجال بتاعنا بتحدث نفسك على طول بتجيب على طول لازم بوف انت شهير من حوالي تقريبا شهر بتقول فين أيام زبان أيام زبان ورصت كده أسماء بوكسات كان زمن حلو صح طبعا طبعا منولي راسكال ديجان حاجات كتيرة قوي جميلة افتقدنا النهاردة النهاردة فيه ناس شغالة ببرامج فري بس للأسف هو بيجي يشتغل على برنامج فري حضرتك جايب الجهاز واقف على اللي افتحية اللوجو بتاع الشركة جايب الجهاز مثلا فيه فيروس معين اللي هو بيخش بالجهاز بيروح لمكان مش موصوق فيه بيبتدي ينزل برنامج فري وفلاشة فري مجرد ما بيديها قبلت تلاقي الجهاز مات في قدي دد بتحصل مشكلة ما بين العميل وما بين صاحب الجهاز طبعا بياخد جهازه يروح بيه التوكيل يقوله لا ده مش نافع ده مازر بورد مازر بورد النهاردة الحلول بقى بتاعة البوكس أو الأدوات اللي أنا بقولك عليها اللي هو الدعم بتاعنا الأساسي بنحلها بنحلها بحاجات بسيطة جدا يمكن فيه 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 صور بريتجات نقط معينة حاجة اسمها C-O-L-O مع الارضي مجرد ما بقفل الاتنين دول الجهاز بيرجع بوتنج تاني الـ M-M-C-L-I-C بتاعه بيرجع يبوت معايا تاني على فكرة أنا بقول لها حالك الكلام ده أسرار من شغلنا بس طبعا باش مهندس وليد حبيبي من زمان يعني لا فيه حاجة كمان أعزة أقولها المشاهدين دلوقتي لما دي يضغط على مفتاح الباور مايفتحش تمام يحط الشاحن ما ينورش معه ده معناه دد لو ميت دد ليه أعزة أوضح بس مشاهدين آآ ده دد آآ أما تروح بقى المفن السيانة بيوصل الكابل على برناميك فري ما يقدرش تحله لا عندك بقى انت فيه الكنيار تفتح الجهاز عايزين شوفوا الصورة بس مع السادة مشاهدين عايزة أوضح بس أنا عايزة بسة الموضوع بتعمل قفلة كده وبرج عشان توصل وتشغل الجهاز عشان ياخد البوت بتاعه يقوم الكمبيوتر يحس بالدرايفر بتاعه بديله ملفين معينين تمام البوتينج وملف الريكافوري في الأول وابتدى الدهوم له يبتدي الجهاز يأما يخش بقى الدرايفر اللي هو بتاع الفلاش بتاعه أو إنه هو الجهاز يبتدي يقوم معي على اللوجو تاني وابتدي أديله بقى الفلاشة في المرحلة الأخيرة الجهاز بيقوم كأنه جاي جديد هنا بقى أنا عايزة أوضحه بقى هنا التميز يعني أنا بكلم عن متخصص برمجيات أو سوفتوير الناس تفكروا يوصل كابله خلاص ده بيفتح وبيوصل وبيعمل دي التركائي بقى ده سر الصنعة والمهنة في مجال إصلاح التليفون ويمكنها في بعض الأحوال وفي بعض الأحوال ممكن أقوم الجهاز الددي ده بكارت ممري ملفات عن طريق التولز البوكسات دي تمام بحرق الكارت الممري عليها بحرقه يعني بكتب عليه ملفات للجهاز وبجيب كابل صغير جدا من غير توصيل الكمبيوتر ومن غير أي حاجة وببتدي أحط الكابل ده في مقاومة معينة مع الزاقرة نفسها يبتدي الجهاز يقوم معي ده اللود مود أو يقوم معي وضع الريكافري هي الممارسة هنا أكتر من التجارة يعني إن هي الموضوع مش موضوع تجارة موضوع مضوع حب يعني بفضل ربنا الحمد لله رب العالمين لكن إنت فيه احتراف بفضل ربنا الحمد لله رب العالمين الشاشة الفيديو اللي معنا دلوقتي ده رفع بغات ده الشاشة برضو بتترفع بطريقة معينة وبترفع البغب بطريقة سخونية برضو عن طريق بستشوار برضو طرق بدائية ممكن تشتغل بس طبعا إحنا عدينا المرحلة دي فيه مكان النهاردة والمكان موجود يعني بفضل ربنا موجود عندنا واحدث الأدوات والنهاردة بدلا ما بشتغل بكوتشينا بشتغل بسلك زي ما حضرك شايف عن طريق الماكناة طب أنا عاوز حد يمسيك لي الشاشة لا الماكناة نفسها فيها خروم هوا بتاخد شفت الشاشة وأنا بشتغل والشاشة مشفوطة مشفوطة ضمان على الهرشة ببتدي إن أنا أعزل الجزء السلك اللي أنت بتعمله ده وقت ده لليه الحركة دي عشان تفصل أفصل الباغة عن الشاشة نفسها الأوريجنال اللي هي العميل بيستفيد نوعه بيستفيد بشاشته الأصلية اللي هي لا تعود أنتوا بركزين النهاردة أنتوا تحافظوا للعميل على شاشته الأصلية وفرق ساعة وفرق ساعة طبعا وكده وكده الوقت فيه أجهزة حديثة اللي هبنتكلم عنها دلوقتي بدل ما نسخن فيه أجهزة البشمارسة اللي قال عليها دي بالتتليج بيطلع الباغة فيها ريسك يعني 95% اللي هي تشتغل 100% غير الأول الأول ريسك اليادة والشغل اليادة وده فيه ريسك اللي هو ممكن الشاشة لقدر الله إيد برضو غير الأجهزة ممكن تكسر الشاشة لكن الشغل ده بقى يعني اللوقتي بقى فيه أحدث من كده انت كده شغال في إزاز ما بين الإزاز الباغة الخارجية والشاشة نفسها فيه مادة لزقة فيه تمام دي بتتحط تحت أشعة أسماء أشعة اليوفي عشان تنشف تمام لازم طبعا الفاني طبعا عندنا في المركز ندرات عندنا جوانتيات لإن طبعا أشعة اليوفي دي مضرة يعني على الإيد مضرة ممكن لقدر الله فاهمني فبيبقى لها طرق تانية غير الكلام ده خالص يعني انت فاهمني بس هو ده اللي أكتر الناس شغالة في المراكز يعني ايه الصور تاني بقى اللي معانا النهاردة في بورد بقى اللي هي تست بوينت اللي احنا اتكلمنا عليه الأجهزة اللي بتطرفت من التوكيل عايزين نبص عليه اه لتطرفت من التوكيل وبتطلع ان هو بيقول له ماذر بورد بكامل ماذر بورد يقول له ألف جنيه هو جهاز كله ثمان وألف ونص ايوا يجي عندنا احنا في نص ساعة ان حضرتك اتكلمت في حتة الوقت يسيبه يوم يومين تلاتة دايما المركز اللي عنده خبرة في المجال تمام بيقول للعميد ساعة زمن وتعالى خدمه ده لو محدش اشتغل فيه ازاي يعني لو محدش وده المركز السيانة يعني وده التوكيل ماذر بورد سليم بفتح الجهاز وبص عليه بيبقى فيه علامات يعني ان الجهاز في ناس بتشتغل بتسخين بتدمر الجهاز بتقول مثلا يمكن الاي سي ده اسخن عليه يمكن هو ده اللي يجيب معايا وجيت معا مرة ففي دماغه اللي كل جهاز هيسخن عليها يشتغل ممكن محادي ده توصل ان انت فيه تسخين عشوائي تشغل طبعا وتيجي بالسوصة معاه وتيجي بالسوصة معاه وممكن ما تجيش فهلك البورد يعني على حساب العميل كله على حساب العميل لازم يبقى المكان موصوق فيه لازم يبقى المكان اللي هو لاجئ ليه في حد خبرة غير ان انا رايح لحد عاوز يكسب جنيه او خمسة جنيه ويروح ما هي دي الفرق بقى تاني حاجة الجهاز بتنسبله دد هو مش عارف الجهاز شغال يعني مش من دولك شغال عشان انا هفقده منك شغال طيب يلا نشوف مع بقاك صور كده هني نشوف معنا الصور كده نبص عليها دي صورة دي الشرائع دي احنا دخلنا بقى في الالوك بتاع الايفون اللي هو اللي حير العالم كله اه واتحل بالمشكلة دي اللي هو التيربو سيم اللي هو النهاردة بيفك الشفرات يعني انت حضرتك جايب جهاز من بره ايفون انا بتكلم على ايفون ده يخص الايفون بس من اول الايفون اكس و ايت و اكس وكلام ده كله تمام تيجي تفك الشفرة بتاعته ايا كان شفرة تيمو تيموبل اي تي ان تي اي اي شبكة من الشبكات الخارجية طبعا مع ارتفاع سعر الدولار بتلاقي الرقم وصل معك ده بيتفك ب2800 و 2700 احنا بفضل ربنا بنشتغل على الجهاز بالشريحة التيربو دي يعني عندي تطرق لفك الشفرة الدولي اه ونتكلم في مبالغ 400 جنيه وشغلك الجهاز على اي خط انت عاستش شغال بالشريحة الصغيرة انا دي شريحة جهازي انا دي شريحة جهازي انا فهمني شغال بيها 4G الاربع شبكات كله تمام تمام دي نقاطة التست اللي احنا بنتكلم عليها في حيثة ان التوكيل عمره ما بيبص على الاياسات دي وعا الكلام دا مش اي حد يشتغل في الكلام دا بيبقى اياسات وبتبقى ممارسة ممارسة يعني انا جاي عارف فيه مكان التست بتاعي شاور لي بس كده بص فيه خط لبن يهو بيشاور ما بين نقطتين ده تست عشان يدخل الجهاز درايفر وضع معين للدرايفر عشان يقرأ معايا اقدر ان انا افك الحماية بتاعته او اقومه ده متخصص ده محترف حد يفاهم بيوصل نقطة ايه لو وصل نقطة تانية ممكن ما يشتغلش خلط دا هو بيجعل اي سيوي سخن طب انت ملوش علاقة بالتسخيل خالص هو قصة كلها لازم تقيس تشوفي الرافعة بتاعة الجهاز مرفوعة ازاي ايوا انت فاهمني رافع على حد معين يبقى انا بشتغل هنا نفس العلامات هي على نفس نقطة تست بوينت نقطة تست بوينت دي بتعمل عليها افلا بجفت او بتعمل لها بريج اه بوضح لي سيدا مشاهدين ان دي صور توضحية بتقول ان فيه مناطق بيتم توصيل نقطة لنقطة عشان نحل مشكلة ما صعب اصلاحها في اي مركز لازم حد متخصص ده اضاءة للايفون فيه جزء ايفون في السيفن والسيفن بلس بيبقى فائد جزء اضاءة شمال او اضاءة يمين ايوا برضو عن طريق الاياسات والافوهات اللي هي موجودة عندنا افوهات حاجة يعني بتبقى ليها قدرة معينة على الاياس بتاعها ان انا بقدر اوصل ايه النقطة اللي فاصلة وابتدعى عوضها ببريج اللي هو السلك ده السلك ده ما بيتشافش بالعين المجردة السلك ده لازم بيجي تحت الميكريسكوب يعني الكلام ده بيبقى جاي تحت الميكريسكوب الصورة اللي فاتت بيها يعني اللي ناس بتشوفنا دلوقتي اللي معها اجهزة فعلا بتلاقي الاعطال دي موجودة فاصل مع اضاءة شمال فاصل معا اضاءة يمين يروح توقيل يروح ما هيغير شاشة مش هتجيب معا نفس الاوضاقة نفس السوادي اللي في الجنب او السوادي اللي يمين او السوادي اللي في الشباب يروح التوكيل يقول له برده نقط تستباينت كلها برده في حاجة ملزوقة عليها بريجي في حاجة ملزوقة عليها سلك في الصور هي دي نقط البوتنج اللي أنا بتكلم فيها بس دي تنوع برد يعني كذا برده كذا جهاز انواع انواع كل جهاز ليه طريقة ليه طريقة وليه شغل معين وده بيرجع لدعم البوكسات مش عبقريتنا احنا احنا اللي مكتشفين النقط لدعم الصبورت اللي هو بيبيع للبوكس ايوة اللي هو متوفر عندي ما انت ما تجيبنيش انا شغال ببوكسات تمانها مئة ألف جنيه تمام مع واحد شغال مع واحد شغال ببورامك فري او بوكس او اتنين انت فاهمني فالنهارده الدولة اللي بتصنع اللي هي الصين هي اللي بتدعمني بالكلام ده مع اكتهاد مني بقدر احافظ للعميل على جهازه وعلى بوردته انت فاهمني كل دي بورد كل الكلام ده نقطة تست بوينت في ال في ال انتوا جايبين مجموعة من الاجهزة شغلنا يعني اه اللي يتوضح اللي سادة مشاهدين قدي الموضوع صعب بس ليه حلول ليه حلول ومس صعب على فكرة يعني احنا ان شاء الله لو لدينا لقاءات تانية هجيب لحضرتك الميكريسكوب وميكريسكوب صغير والسيكل بريج يعني حاجات موجودة بس احنا اتخطفنا من حضرتك طبعا ما نقدرش الهدد لك طلاف اتخطفنا مبارح كده فالنهار ده طيب احنا في حاجة يعني السيان وصوفتور احنا دلوقتي ده حلقة تمهيدية عشان سادة المشاهدين يتوصل معاك وفيه ارقام على الشاشة ممكن اي حد من اي محافظ يتوصل معاك وتعملوا العق اللي مرفوض من التوكيل او الجهزة الصعبة جدا ينفع ينفع ويتبعت عن طريق اي يعني مش هدر يوصل لنا ممكن يبعتوا عن طريق شركة شحن ولا اي حاجة ونتوصل معاهم اه طبعا طبعا في حلول كتير فيش حاجة في الدنيا ملقاش حل طبعا انا وصل لهم عايزة اترحل في نهاية اللقاء ان فيه ناس اعرفت ان انتوا خلاص عديتوا مرحلة السيانة والسوفت وير وعندوكوا ناس بتتدرب تحت ايديكم فيه ناس بتجيلكم محافظات تاخد دورات على بوكس معين على مرحلة معين على موديل معين ايه دورات دي انا بأعاوز اتكلم معاك في القصة دي احنا اتكلمنا فيها انا عملا عيد 2011 عشان دي كانت ذكريات جميلة اه انا بحب الايام دي جدا الايام دي كانت الناس يعني كانت الدنيا حلوة قوي في المجال واللي عنده معلومة بيساعد التاني والدنيا جميلة فانا يوم ما اتكلمنا في 2011 في الحلقات اللي اما اتقابلت مع حضرتك فيها حضرتك عرضت ان احنا فيه دورات مجانية ممكن نديها على الهواء دورات مجانية لفنيين السوفت وير للناس بتوعنا احنا وللشباب اللي عاوز تخش المجال واحنا على استعداد ان احنا نعمل الكلام ده احنا على استعداد ان احنا نعمل الكلام ده كلام ده يفتح بيوت شباب كتير جدا ينفع بناتك امال ينفع بناتك وفيه بنات كتير ينفع حقا يعني فيه ممكن بنات شغالة في المجال يشتغل في المجال ده فيه اللي ما بيقدرش يشتغل صوفت يبدر يشتغل صيانة يعني خدت حاجات بداية اللي هي سماعة جرز بعد كده شاشة حاجات اللي هي خفيفة بالشرطي وبكل صراحة بدون ذكر ارقام فيه متوسط دخل كويس يعني انا عندي اللي بيجي اخد دورة بقوله انت مش بتاخد دورة تاخد مني المعلومة اصلا انت فيه فرق ان انا اديك المعلومة و اديك السكة اللي تمشي فيها زي اللي بتحفزه و الف به وبعد كده هو بيعمل كلمات يعرف يقرأ كلمة على بعضها فانا اديك الدورة او اديك الدورة في المجال ده تمقو في نفس الوقت اضمن لك اللي توقعه بأمر ربنا اقول لك خطأك فيه انت عملت ايه التلاتة اللي جاي احنا نقدر 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 نقدم ايه للمشاهدين نفكر معهم نقدر بقى نشتغل و لو عاوز فكرة الدورات المجانية للشباب دي احنا نقدر ان احنا ندي معلومات والاول مرة لأول مرة المركز بتاعنا هيطلعها تمام على الهوى و معلومات الناس ممكن تقعد شغالها في العيب 3-4 تيام وما ما ديبوش احنا هنقوله في ظرف مثلا 60 ثانية و ظرف ديئتين هنعمل العيب انا بقوله سيدة مشاهدين الكلام لحضراتكم بتسمعوه دلوقتي ما بيحصلش على اي قناة فضائية فعلا حصري في برنامج توكشوب العربي احنا بنعمل مبادرات زي ما قلت حالكو قبل رمضان فقرات خيرية وفقرات توعوية احنا ازاي نوعي شعبنا شباب المناضل الشباب البسيط اللي عايز دور على شغل شغلانة الموبايل مش وحشة فيه زوائي حتاجات خاصة ممكن نديهم برضو دورات الاسبوع اللي جاي يعني يريد تحضروا حضراتكم ورقة وقلم شوفوا هم هيتكلموا في ايه ونكتب الكلام ده اللي عايز يجرب على تليفونه ويجرب لان تقريبا طريقة هيعمل عملي اه ممكن نحضر عنه انا طبعا هنجيب ميكروسكوب يعني هنعمل شغل نجاهد ياسين في قلب الستيديو بس احنا نجيب ميكروسكوب ونشتغل عليه ونحل مشكلته على الهواء انا عايز كده يعني ازا عايز اللي اتنين يعني احاول كنتم اللي اتنين واحد يعمل شغل عملي هنا وهنا عملي ونخلي المخرج بقى وليد عمارة بقى وشطارته معنا يقسم الشاشة والجمهور يتصل بنا لعل وعسى نخرج من رمضان نعمل فعلا اكاديمية مجانية لتدريب الشباب احنا على استعداد اي حاجة في الخير احنا مع البشواندس وليد ومع القناة الجميلة دي ومعكو فعي حاجة يعني ان شاء الله علينا وعليكم وعلى القناة وعلى كل الناس اللي تعبت النهاردة في القناة بسم الله ما شاء الله عليهم يعني واحنا كلنا شباب وعلى استعداد احنا نساعد الشباب اصل ببزء ده بتع ربنا شكرا شكرا وانا شعير ان انا قابلتك والله شكرا شكرا عزيزي مع رجاي ان شاء الله تقول لي المشاكل اللي بتوجهوها في الصيانة عشان اللي هيتعلم لازم يعرف نعملش ايه اه بزبط انا عايز اتركز في الحتة دي اه انا عايز اتعلم اه بس خلي بالكم ممكن تعرف مشكلة هي المشكلة بوز بس هديك حد معين تبوز عنده عشان تديني انا فرصة صلح وراك ممتاز انما مش تدمر رمضان كريم عليكم رمضان كريم عليكم شكرا لحضراتكم ولازم تقولونا رأيكم في الفقرة على صفحة البرنامج توك شو بالعربي على الفيسبوك اعملوا سيرش واعملوا لايك واقولونا تعليقاتكم واللي عايز اشترك في الدورة برضو يتواصل معنا واللي عايز يعمل سيانة يتصل على ارقام اللي زهر على الشاشة استنوني بعد الفاصل اشتركوا في القناة